اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلاديات والزراعة حرص مملكة البحرين على تعزيز التحول الرقمي الشامل عبر التطوير المستمر للأنظمة وتوظيف أحدث التقنيات التي تعزز من جودة الخدمات المقدمة وترفع من مستوى كفاءتها بما يصب في تطوير العمل الحكومي وزيادة فعليته وتنافسيته نعم جاء ذلك في إطار إطلاق نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي وأوضح سعادة وزير شؤون البلاديات والزراعة بأن النظام يهدف إلى الكشف المبكر عن المخالفات البناء والمخالفات الأخرى باستخدام الصور الفضائية والذكاء الاصطناعي بحيث يتم رصد صور فضائية لمناطق مملكة البحرين كل أسبوعين ورصد التغييرات على البناء مشيرا إلى أنه قد تم دمج النظام الجديد بالنظام الحالي للوزارة ونظام إصدار رخص البناء بنايات لتعزيز الشراكة والتنسيق في هذا المجال مضيفا بأنه تم تطبيق النظام على مدى عام واحد كمشروع تجربي بالتنسيق مع المعنيين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لرصد المخالفات إلكترونيا والتحقق منها من قبل المفتشين أوضح سعادة الوزير الدورة البارزة الذي سيلعبه النظام في تحقيق أداف الخطة الوطنية للتجيير عن طريق مراقبة الأراضي الزراعية ورصد عمليات التجيير والتوسع فيها في مختلف محافظات مملكة البحرين